الدار بودكاست المناورات والتدريبات والأنشرة العسكرية التي بدأتها البحرية الملكية منذ يوم الثامن والعشرين من مارس المنصر وتمتد إلى غاية الثامن والعشرين من يونيو القادم تمثل تجسيدا واضحا ووطنيا صريحا للسيادة المغربية على الصحراء المغربية لا يهم إن كانت هذه المناورات ستثير قلق سلطات جزر الكنارية وغير بعض خصوم الوحدة الثرابية أو بكائيات النظام الجزائري الذي أنفق كل ما يملك من أجل استنبات دويلة وهمية في المنطقة دون جدوى المهم في هذه العمليات العسكرية أنها تثم فوق مياه مغربية ويخوضها جنود مغاربة يحملون الراية المغربية التي ترفرف فوق كل ذرات رمال الصحراء ولعل الثوقيت الذي انطلقت فيه هذه المناورات العسكرية يؤكد بالملموس أن المغرب أضحى يتعامل بمنطق حاسم وصارم عندما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية وإذا كان بعض النواب الأوروبيين الذين اعتادوا ممارسة الابتساز ضد سيادة الدول على أقاليمها وأراضيها يريدون أن يحولوا هذا الحدث الروتيني إلى ذريعة لإشعال نار الفتنة بين المغرب وإسبانيا فإن الرد الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني حسم الجدل ولسيما بعد أن قال رئيس الديبلوماسية الإسباني خوسي مانويل أربيلس رئيس حكومة جزر القناري بأن التدريبات العسكرية للبحرية المغربية التي انطلقت يوم الجمع الماضي في المياه القارية من سواحل العيون والداخل لا ستستمر وهي تتطور في مناطق بعيدة عن المياه الإقليمية الإسبانية هذه الرسالة السيادية التي يبعثها المغرب لا مجال فيها للتفاوض أو المساومة ومفادها نصحراء المغربية بغض النظر عن قرارات أي برلمان أو مؤسسة أو هيئة قارية أو إقليمية أو دولية وقرية الصحراء هي المنظر الذي أضحت بلادنا تنظر من خلاله إلى شركائها وحلفائها والمكانة التي يستحقونها في سلم العلاقات الخارجية لبلادنا الأمم المتحدة على علم بهذه المناورات وإطلاع الجيران الأوروبيين ليس أمرا ضروريا مدام الأمر يجري في نطاق الحدود البحرية لبلادنا التي ليست في حاجة إلى أخذ أي إذن أو استشارة أي جهة قواتنا المسلحة الملكية المرابطة في حدود الأقاليم الجنوبية تمارس أدوارها الزفاعية عن حوزة الوطن والمناورات البحرية التي تقوم بها تأتي في إطار رفع آذاء البحرية وتحسين كفاءتها وهو أمر تقوم به جل الدول ذات سيادة في محيط مياهها الإقليمية وتجاهل السلطات المغربية ولسيما قطاع الشؤون الخارجية الرد على أي من المخاوف أو التعليقات التي قد تبدر من هذا الطرف أو ذاك يمثل أيضا جزءا من هذه الرؤية السيادية الكاملة وفي الوقت نفسه تصل الرسالة العميقة إلى أولئك الذين كانوا يتحدثون بحصرة وألم قبل أياما قضية الصحراء باعتبارها ملفا ما يزال قائما ومطروحا في هيئة الأمم المتحدة بمختلف لجانها ثم ماذا بعد؟ هذه المناورات والتدريبات التي ستخوضها قواتنا البحرية على مدار شهور وتلك التي تخوضها القوات البرية في مختلف المناطق الذاخلية أكبر دليل على أن ملف الصحراء انتهى النهاية السعيدة والشرعية التي يجب أن يؤول إليها وهي أن تبقى الصحراء في حدن المغرب ويبقى المغرب محتضنا هذه الصحراء ومن المؤكد أن الألم والصراخ سيتزايد في معسكر الخصوم في الأسابيع القليلة المقبلة التي ستتواصل خلالها المناورات البحرية والتمارين الروثينية العسكرية ونحن نريد أن نسمع المزيد من الألم والثباكي ولا سيما عند الجيران الذين يسرون للأسف وحدهم على النفخ في قضية ولدت ميثة لأنها لا تستند إلى أي شرعية تاريخية أو ثقافية أو جغرافية ومن حقنا أيضا أن نذكرهم بأن الأوهام الانفصالية لم تعد حصنا يمكن الاختباء وراءه أو الاحتماء به قريبا سيجد الرضام الجزائري نفسه عاليا ثماما في مواجهة جرائم الماضي والخطايا التي اقترفها في حق شعبه أولا وفي حق شعوب المغرب العربي وحينها سيتعين عليه البحث عن قصة دعائية أخرى لاستكمال مسيرة الكذب لكن بعد فواث الأول